سوف نتحدث بال?」 بسم الله الرحمن الرحيم نتекلم إن شاء الله النهاردة على موضوع جديد في يوريناري وهنتحدث عنم هؤلاء نتحدث نتحدث اول حاجة هو Obstruction. وبستركشن ده ممكن يحصل نتيجة Small Stone. يبقى Stone ممكن مثلا ان تروحت تقف في اليوريتار فتعملك Obstruction فاليورين يتجمع فوق يعني البلبيس سول كيدني فهيعمل لك Dylatation وديلاتيشن ده يعمل لك بيه. ممكن تبقى Non Obstructing Stone. Stone برضو بتتجمع بس ما بتقفلكش يوريني ريتراجت. تمام? فبالتالي ما بتعملش Dylatation. فهما بيقولوا Non Obstructing Stone دي ممكن غالبا بتبقى Benlis. ما بتعملش بيه. ثالث حاجة. Inflammation. Inflammation بتعمل إديمة وهيبرميا يعني بيزيد عدد الخلايا وبتحصل تضخم فبالتالي هيحصل ضغط على النرفات فبالتالي هيحصل بين. كده الأسباب بتاع البين. تاني حاجة اتكلم عنه هو درجات البين. البين ده ممكن يبقى سفير قوية Bainful, Discomfort, Bainless. لاتبين. هنعرف بعد كده ايه الأزوب بتاع كل وقت. اهو. اول حاجة. السفير بين. عندك السفير بين ده ممكن يحصل نتيجة Inflammation. زي ما احنا قايلين. الانفلمation دي بتحصل فيها ايه؟ بيحصل إديمة او Distinction. يجمع بيحصل infiltration للخلايا اللي بتعمل الالتهاب. تتجمع مثلا في الكني او في الانترستيش يلتشه. فتعمل لك إديمة او Distinction. فكابسول يتضغط ويبقى تنسي كابسول فيضغط على النرفات فتعمل لك سفير بين. ثاني حاجة الكويت بين. كويت بين بتبقى نتيجة Bileo, Bileo, Nephritis. Bileo, Nephritis دي بتبقى Inflammation في النفرون وفي البلس. بروستاتايتس Inflammation في بروستاجيلاند Inflammation Inflammation في الإبيديدميس تمام. دي بيبقى كويت بين. ثالث حاجة. بتبقى Inflammation في الهولو فيسكاس أرجان زي بلدر وليوريسرا. نحن عارفين بلدر وليوريسرا بيبقوا مجوافي عشان اليورين يعد فيهم. فلما تحصل فيهم Inflammation في المكوزة بتاعها بتعمل Discomfort بس مش بيبقى سفير قوي. مش بتبقى Discomfort بي. رابع حاجة. الحاجات اللي بينلس. الطبعا نحن عارفين التيومر مثلا تيومر بتبقى بينلس. ممتعملش بين. بس قال لك في حالة ممكن يعمل فيها بين. امتى لما ده يروح يضغط يروح. يمتد فيضغط على оно. تمام؟. يبقى Mauritstraiskon ده يقوم رايح不会 himprimary Logan ويمتد يحصل له اكستيند ل plugins فيبقى بينلس. يبقى بينفول كده تمام؟ هو في الاول بيبقى ايه زي ما قلنا بينلس? لكن ما لو حصل اكستيند لبرايمري ارجان وضغط على النرفات سيبقى بينفول. اخر حاجة بقى الليت. يعني الليت يعني بتبدأ الاول ما بيبقاش فيه بين. بعد كده بيظهر به. يمتهى بيبقى مع مل أستيقط بين الート. او رم المالجنانت تبقى الاول ما تبقاش معه بين بعد كده ممكن يظهر تعمل لك البين عشان كنا بنقول هو بيبقى ليت بين وده بيدل على يعني الديسيز بقى وصل للمراحل عالية ومتقدمة لدرجة انه سبب بين تمام نبقى كده عرفنا درجات البين نتكلم بقى على نوعين من البين في الرينا البين واليوريطر كوليك تمام اول حاجة رينا البين قلنا لسه اين احنا رينا البين بيحصل نتيجة ايه أي انه عفلzeigt بقولنا ما هو بيربن وبين ماهذر destiffer يعني هbre تبقى Wiebein وبين يعني هو اسocalبسificación قتبل يعني difficile يعني انه بيبقى القلم ثابت ما بيضيتش ولا كان بوعج عت delivering service ثاني حاجة ممكن يحدد تبقى ثاني حاجة ممكن يصدر electrى لكن البين ممكن بございます في لكتويت يعني ممكن بيبدأ سفير بعد Little الثقة l وبالتنان لا يستطيع أن تبقى lineup يل podstawi Mare ممكن الـ لا تش 있고 الكل يستطيع أن يستطيع وسط يوجد أس much L البلد الاولة الثانية يدعى في الإطليق أو باست المنظم ال indict الطf الثالث اهكا اتنفذ الي كنج وكنيستانت يعني بيبقى مال بيبقى يبقى مالي دبين ويبقى كوَنستانت يعني سابت في الشدة الان بيزيد نشرم هذا فان عرف اصped اعني من الثر أحبان بيحصل اللي بيحصل ايهي وعرفنا في كاركتر البieza بيحصل المكان خاصه في المكان نشرال الشد أنجل بين الرortunate والعامل وهي جميل الحتة ألو لكن يقول لك أن البنت حصل له رضيحة يعني بيسمع في أماكن تاني و Early the a a المكان ده. برضه بنور عليه. تمام بيبدأ هنا بيروح فين بقى بيسمع? يروح يا اما للأمبلايكة والآبر اب魚ين. يكلم يا اما ينزلك تحت على الطاخ Lilakobomi etists تمام? 昨نا بيبدأ في viche qudvbf parang anticipating يروح ممكن يسمع في الforderCanadian andוכobomi kaoli australytism. تمام ولكن ينزل تحت على الеруarabdomen e ticks تمام? بعد كده associates symptoms. throwing comes yan slaver to sleep. احنا قلنا والنوزية والفومتينج تمام طب الأعراض دي بتحصل نتيجة ان بيحصل للسيليك جانجلو وكمان بيحصل بريتونيا الاريتشن يبقى سيليك جانجلو دي موجودة جنب كدني ممكن يحصل لها ويحصل الاريتشن البريتوني اللي هو الورق كدني فيعمل لك الأعراض اللي هي البين والنوزية والفومتينج كده خلصنا نخش بعد كده اليوريطاركوليك اليوريطاركوليك بيبقى نتيجة ايه نتيجة ستونزي مثلا وقفت في اليوريطار عملت لك ستونزي او ممكن تبقى بلاد كله فالوبستركشن ده يعمل لك سبازم في اليوريطاركوليك الاسبازم ده هو بيعمل لك وبيبقى سبب البيئن والبين بيبقى سيفير بدرجة ان العيان بيحصل له رولنج يعني العيان مثلا تلاقيين لو نايم على سرير عمالي يتقلب منه شمال من شدة الوجه هتلاقي بيصرق القلم ده بيبقى فظيق او لو هو واقف لو جاله الاتاك بتاع البن ده يقع على الارض واتلاقي برضو انت تعرفه من شكل العيان عملت ليه عمل يتقلب حصل له رولنج وعمل يصرق من شدة القلم وبالاضافة ان القلم ده بيبقى موجود في اليوريطار لا ده بيحصل كمان معه رينا البيئن بالاضافة للسيفير بيبقى فيه رينا البيئن عشان كده بيبقى فظيق بعد كده بقى كده عرفنا بيحصل بسبب ايه وعرفنا الكراكتر بتاع بصائد بتاع السعيد بتاعه بيقى قلة بيبقى من قصته برتبة الانجل ه بيبحق من هنا اكده sat Bunun in engel بي ponto نازل واخد الكرسي بتاع اليوريطار بليه الحد memorentان السّبربيوب Tyra بيبقى البيوبس بيبقى هيلة дополнين بيد والتي لا يستمر بيد الريفيرد بين ده بيبقى سببه ايه ان المناطات دي كلها بيبقى بيوصل لها نيرف واحد طب النيرف اللي بيوصل لها هو الجينايتو فيمرال نيرف تمام الجينايتو فيمرال نيرف ده النيرف ده شوف نازل منين واخد الكورس بتاع اليوريتر كله ونزل كمان راح للسكروتام والجروي يبقى هو الجينايتو فيمرال انجل بس البين ده بيعمل بالشوف والجينايتو فيمرال نيرف نازل واخد الكورس ده كله ورايح كمان لسكروتام ومنطقة الجرويم تمام؟ عشان كده ده ده هو الريفيرد بين تمام كده تمام الجزء ده كده خلصنا الحمد لله اول جزء معنا احنا قلنا نتكلم علي البين ده اول جزء ودا كده خلصناه ثاني حاجة بга نتكلم على ده في ثلاث أجزاء أول جزء نتكلم على الاريتاتف سيمتوم الثاني جزء الربستراكتف سيمتوم الثالث جزء نتكلم على الجروس أبيرانس اللي بيحصل اللي بتحصل في جروس أبيرانس تمام؟ أول حاجة زي ما قلنا الاريتاتف سيمتوم في الأجزاء دية هو بيقول لك بيقول لك مصطلح وبيقول لك التعريف بتاعه أول مصطلح معنا هو مصطلح الدسيورية دي معناها بسبب إيه؟ نحن قلنا بيحصل إيديمة فالإيديمة دية تعمل لك بيقول لك كل من نعمل أحس بألم فده اسمه إيه؟ ده اسمه ديسيوري بعد كده عندك الارجنسي جاي من كلمة يعني عاجل أو بيبقى صادم معناها المصطلح دها معناها صادم ديزاير أوف مكترويشن في الأن سويتابور طايم وبلس مسلا من واحد عاد فحصة مسألة يجي فجأة كده يقول أنا عايزة أروح الحماء مش قادة لمسك نفسي عشان كده بتقول منقول إن التعريف ده بيبقى صادم إزاير وبيتجره فجأة فيه بقى أنسويتابور طايم وبلس تمام؟ ده ثاني تعريف معنا تالت تعريف معنا لستانجري دي بتبقى زي الدسيوريا ده السرفارق ما بينها هو من الدسيوريا إن دي بتبقى small amount of urine هي برضو بيبقى فيها بين بس دي بتبقى فيها small amount of urine يعني العيان يقول لك أنا بدخل الحمام كمية اليورين بتبقى قليلة بس بيبقى معها بي تمام؟ ده معناه يبقى عرفنا كده الثلاث مصطلحات الأول بعد كده برسبتانسي ده معناها إيه؟ معناها إن اللي بيبقى لا يحن ده بيبقى معندوش كدرة ولا يبقى تحكم في اليورين يبقى كانت ازاير بتاعه يعني هو بيجل هو فجأة كده صدد يقوم اليورين طر من الزي اليورين يعني هو ما يقف PV Iz áه Hod lé ia fundraise単 الذي تجيب فيها Wasserform huvert à lison يطر من الزي equality significa و λ اربع مصطلحات بتوقع نكمل كلامنا نكلم دلوقتي على حاجة اسمها فريقونسي معناها ايه؟ معناها عدد مرات يعني عدد مرات اللي هو في النورمال تبقى من ثلاث لخمس مرات وتبقى هي مرة هي اما زيرو تمام؟ دي معناها فريقونسي بيحصل بقى ممكن يحصل زيادة في الفريقونسي يعني زيادة في وبيصحبها اما زيادة في كمية الورين هي اما يكون يوميا ااو يقل شويه تمام؟ طب الزيادة في كمية الورين دي سمناها بوليوريا معناها Increase بوليوريا يعني Increase في البلاد بسبب بسبب ياما الديابيتس ميجيطس ياما الديابيتس انسيبيتس ياما اكساسي في الوين في الحالات دي كلها بيحصل زيادة في الاكسيكريشن فبالتالي كمية الفوليا ما تبقى فيحصل بوليوريا تمام ممكن ده يحصل انكريز فريقونسي معه اليورين ما يزيدش والحاجة اما يبقى نورمال اما يقل بنسب قليلة شوية ده يحصل نتيجة عر snack وقد targeting啥 يحصد نتيجة IRRN دي معناه A dur language قولنا دي basketball ال معدل يامة مرة ايامة زيرو لانده في التزل yazات وزيما قلنا في الح� tä اللي قبلها يامة زيادة في ريورين منسميها بوليوريا زي الديابيتس ميليتاس يأمة نورمال يورين ده بيحصل في الاريتيشن زي البنايين بروستاتيك هيبر بليش تمام كده احنا خلصنا الجزء الاول من الوريوني ريوني تراكت السيمتمز اللي هي الاريتياتي في سيمتمز بعد كده عندنا الابستراكت في سيمتمز يعني سيمتمز بتظهر نتيجة حدوث خلال في اي منطقة في الوريوني تراكت احنا بوص ان اسمتهم لك ده هل حسب السبب بدل هيك في الكتاب عيني كل ملايين بارساتيك في مشكلة نفسي امام تمام كما قلنا بارشيال باستراكشن ده فكمية اليورين هتعدي طبعا في كمية كبيرة هنا عائزة تعدي فترة طويلة والستريم بتاع اليورين هيبقى ضعيف نتيجة ايه زي ما احنا في السبب قلنا بارشيال باستراكشن لبلودر او تلت وبرده ممكن يكون بس ابعى سباب تانية زي الموجينيك او نيرولوجيكا ان الاعصاب اللي رايحة الاوتونوميك اللي رايح عليه البلادر تقل برضه فتعمل المشكلة دي اللي هي وفي ستريم وبرولونج تفويدنج تايم تانية حاجة يورينيري هيستنسي دي معناها ايه معناها دفقلت في الستارتنج وفي الابتوفي المكترويشن يعني ما يحصل هنا انسداد طبعا البيشانت هيلاقي صعوبة في الاول انه هو دوينج اليورينيشن عشان الانسداد ده تمام بيبقى معناها دفقلت ان ستارتنج او في المكتوريشن دي كده ثلاث اسباب بتوع البلادر او تلت او تلت تانية حاجة البناين بروستاتيك هايبر بريجي بيحسن ناتجتها حاجتين انتر متنسي يعني بيبقى فيه تقطع في الورينيشن يبقى عنده ديفقلت من تنينج المكتوريشن تانية حاجة البوسط اوويد دريبلي يعني هو بيبقى فيه ديفقلت في اندينج المكتوريشن يعني هو بيبقاش عارف في اند العملية بتاع المكتوريشن نتيجة ايه نتيجة بنين مروستاتيك هايبر بلنا يجي تمام كده بعد ثلاث حاجة الاستونز الاستونز دي ممكن اتعملك زي الاستونز اللي بتحصل في الوريسترا احفظ الاماكن يعني احفظ ان البفاركاشن بيحصل لنتيجة استونز في الوريسترا والانما الانترابشن بيحصل لنتيجة استونز في البلادر تمام؟ احفظ الاماكن بب Organe يبا احنا قلنا ثلاث اسبابهم بناين بروستاتيك هايبر بلاجيا واللستونز وقلنا كل واحد بيسبب ايه وقلنا تعريف كل حاجة في دوق واحفظ التعريف دي واحفظ الاماكن متاع واحفظه زي ما انا مقسمها لك كده عشان الكتاب صحيح بعد كده هناخد بقى ايه حاجات منفرد عندك حاجة اسمها استرينينج الاسترينينج معناها ايه معناها بريجر تمام معناها بريجر بيحصل لف الاسترينينج دي بيبقى مش عارف كانت دوينج المكطوريشن باستخدم الأبدومينالمسل بتاعه فانه هي تضغط على اليوريناري بلادر فعشان يقدر يعمل يورينايشن تمام يبا هو هنا استرينينج주�ldورني معناها بريجر بستخدم الأبدومينالمسل بتاعه عشان sights doing اليورينا طبعا الانكريز الاسترينينج دي طبعا دوينج المكترويشن دي بتدهل العامه من علامات ايه انه بريجرQueطوري � closetบ begins يعني في برادر فهو مش عارف ينزل اليورين فيقوم استخدام المسل بتاع الابدوم من الفوق تضغط على اليوريناري بلادر فهو كان بالحركة دي كان دوينج المكتوريشن ايه معناه؟ في حتة معلومة بيقولك في حاجة اسمها فالزالفا مانوفر فالزالفا مانوفر دي دي استرابتها فالزالفا مانوفر ده بيحصل فيها بيحصل ان الشخص بيقوم قافل بقه وكاتب نفسه من مناخير ويقعد ينفق ياخد زفير كأنك زي ما انت عارف انت زي ما انت بتوقع تنفق البالونة دي بالزبط بيستخدم المانوفر ده اسمه فالزالفا مانوفر المانوفر ده بيحصل ما بيستخدمه بيحصل انه بيضغط بالابدوم من المسل على البلادر عشان يزود القدرة بتاعه انه يعمل مكتوريشن زي ما احنا لسه ايليه تمام؟ يبقى فهمنا ده بيستخدمها ايه؟ طبعا وممكن النورمال برسون يستخدمها في الاندو اوف يوريناشن عشان يحصل فول امبيتي لليورينار برادر تمام؟ وبرده الفالزالفا مانوفر دي لها استخدمات تانية غير موضوع لاور يبينيش راكل ده بيبقى بيستخدموها عشان يشخصوا بيها مشاكل في الوتونوميك سيستيم وبيستخدموها برضه الناس اللي عندهم زيادة او سرعة ضربات القلب بيستخدموها بيستخدمو لهم الحالة دي اللي هي مانوفر بعدكود عندم نعم طبق مقتوريشن يقولك انه ممكن يحصل فالبلادر داه دايھي رتوكمح سيبقى في داييورين يقوم نازلال الر acid يجب المغلع والأول مرة اولما الالي يورين اللي هنا في البلادر ينزل يقوم بعدو داي Selسان杯 NZ E يبقى حصل ايه؟ حصل double mecturation اول مرة اللي هم المرة الطبيعية اللي هو فضة اليورين اللي هجينا اول مرة اما اليورين اللي هو البلدر اتفضة جي بعده اليورين اللي موجود في الديبرتكولم ده نزل جوه البلدر وبعدين نزل مرة تانية يبقى حصل ايه؟ حصل double mecturation نتيجة ايه؟ نتيجة بلدر دايبرتكولم تمام الحتة دي؟ يعني قلنا الصورة بتاع البرزالفا هنوب بعد كده بقى عندنا حاجة بقى اسمها اليورين retention معناها ايه؟ يعني انحباس اليورين في اليوريناري بلدر بيحصل نتيجة ايه؟ يعني مش عارف يفضي كل اليورين الموجود في البلدر ممكن يبقى ممكن يبقى معناه يعني مش عارف يفضي اليورين الموجود في اليوريناري بلدر يعني اليورين بيبدر زي ما هو في البلدر يعني يعني اليورين موجود هو تمام؟ وبيبقى بصاحب الأكيوت يورينا ريتنشان بيبقى فيه ايه معناها سبير سوبرابيوبك بيبقى فيه فوق منطقة البيوبك تمام؟ قلنا نتيجة ايه؟ نتيجة الأكيوت يورينا ريتنشان معناها يعني يورينا بيبقى موجود في البلادر زي ماهو في حاجة تانية اسمها الكرونيك دي بتبقى وبيبقى كان بس بيبقى فيه شوية تمام؟ بيبقى في بس بس يعني بعد ما يفضي اليروني بToday نا بيبقى بيبقى شوية يورينا ثاميونيك مثل الير youtimer معناها ايه افر wr يعني عندك الال satellite بيحصل حاجة اسمها باردوكسي كان الانكونتينوس. انكونتينوس دي معناها اللعواء التباول الاقراضي. هنارب وفي دارس بعد كده ان الا انكونتينوس ده له اربع انواع منها. ريتينشن ويز او ده. فما يحصل ان او правильно تتملع باليورين. اا نتيجة انسداد هنا. يعني حصل انسداد في اوت بارت. يحصل هنا في الاوت بتاع اليورين يتجمع. فمن قول ايه حصل اوبرفلويد. يعني اتجمع يورين كتير في الوزن. تمام? فتعمل ريتانشن. فيحصل بعد كده يحصل ان يبدأ ينزل باليورين دا كميات صغيرة جدا. تمام? هينزل باليورين دا كميات small amount. small amount of urine. وتبقى involuntary. يعني بتبقى لا إرادية. عشان كده بنقول ايه? ان هي نوع من أنواع الان. الان كنت نصنع من أنواع التباور اللا إرادية. يبقى نادي الحتة دي تاني. ادي عندك اليورينر برادر. حصل. اليورينر برادر هي. حصل فيها ايه? حصل الان. فيه انسداد هنا. حصل ابستركشن ليه? اليورينر برادر أو التباور. او او برد. لما حصل الابستركشن دا. اليورين اتجمع هنا. فحصل ايه? حصل ايه? حصل ايه? ليه? اليورين فيه. يعني اليورينر برادر. يعني اليورينر برادر اتمالت يورين. فبالتالي هيحصل بعد كده يعني تبقى الله إرادية بس. هيبقى ينزل كمية ولا هيلا خالص صبع عشان حصل الانسداد. بس الكمية دي هتنزل بصورة يعني الشخص مش هيبقى متحكم فيه. لا هتبقى آآ بصورة عشان كده سميناها تمام? من كده التلات انواع بتوع الريت وليسا الاعلانها هي عبارة عن انفولنتري. لوس اوف يورينر معناها التباول لاقراطي. هؤلنا بيبقى له اربع انواع منها اللي احنا لسا الاعلان وهو ريتينشانوز اوت فلوات والذي دي هدرس الواحد. وان نتكلم فيه عن الاربع انواع في حاجة تاني اسمها الانيورسي. بتبقى هي نفس معنى الانكونتنص بس الانيورسيز بتبقى اه معناها اكتر اا او او معناها اكتر بيحصل انكونتنص في ديورينج السليب يعني بيحصل التباول لاقراطي وخصوص يعني اصلا الـ child during the sleep. فعشان كده بيسموها bid waiting. عشان ايه بيحصل? incontinence في during the sleep. تمام? ده الفرق ما بينها وما بين الـ incontinence يعني. ايه بعد كده بيقول لك فيه حاجة اسمها الاكتوبك يوريتر. ايه الاكتوبك يوريتر ده? اهو احنا عرفين ده. المكان بتاع اليوريتر يوريتر بيقوم نازل وداخل هنا في البلادر. ده المكان الطبيعي بتاعه. اكتوبك يعني خارجي يعني بياخد مكان خارجي. ممكن اليوريتر ده بدلا ما مفروض هو اصلا يدخل هنا في البلدر? لا ممكن يروح داخل في اليوريتار. يدخل في اليوريتار من بره فنسميه اكسترا اكتوبك يوريتار. ممكن يدخل في اليوريتار في ممكن يدخل قصدي في اليوريترا. ممكن يدخل في اليوريترا من بره فنسميه اكتوبك يوريتار. ممكن يدخل في اليوريترا من جوة فنسميه اكسترا اكتوبك يوريتار. ممكن يدخل في اليوريتار من جوة فنسميه اكتوبك يوريتار. تمام? يبقى حصل قلنا. الحتة دي ان المكان الطبيعي بتاع اليوريتر انه بيدخل في اليوريسرا. ده المكان الطبيعي بتاع ممكن يحصل. ان اليوريتر ده بدل ما يدخل في اليوريسرا. فنسميه اكسترا مورال اكتوبك يوريتر. اوه. عشان نخل برا اليوريسرا. ممكن يدخل جواه اليوريسرا. فنسمي امترا مورال اكتوبك يوريتر. ده بينتج عنه ايه? بينتج عنه وخصوصا في الـ Young Girl تمام؟ تهمنا حتى دي ناو Inurices Present in ectopic urinary وخصوصا في الـ Young Girl كده الحمد لله خلصنا الجزء بتاعنا النهاردة احنا اتكلمنا عن البين وتكلمنا على lower urine rate fact symptoms اتكلمنا عن حاجتين فيهم اتكلمنا عن irritative or obstructive symptoms فاضل حاجة واحدة فاضل change in the gross appearance ان شاء الله هنخدم على الفيديو الجاي في الدرس بتاع الدزيزه في اليوم الى البدران تخذه من الاتنين مع بعض تمام؟ في اكرا نلحو سنستمعكو